والناس يحزدون كل الفنانات وكل الإعلاميات منيلها، سيارتها، فلوسها هذه نقطة مهمة نحن لازم نوضحها ترى أغلب الفنانين والفنانات استوني جدا أحكي بالأشياء الفيك كفر ما تلقى بجلهم ألف دينار بس هما كاشخين وقاعدين حتى يحافظون على صورتهم وهذا شي مشكورين عليها طبعا حتى يبينون صورتهم جميلة قدام العالم بس مو معناها أنه هذا فنان أو ممثل هذا مليار ديار لا لا، لم يكن هناك شيء وأنا أقول لك أن هناك منظومة في العراق تعمل بدون فساد للأسف حتى فنانين ممكن أن تدخلوا بهذه الأشياء لبعض منهم لماذا رأيت كفر من الفنانات والفنانين؟ حسنتي أنه كفر يعني جيبة خالي، سيارتها مو آخر موديل، بيت أجار؟ أنا هناك شيء، أنا لا، أنا لا عندي سيارة وما عندي بيت لكن ليس معناها أني كفر أقول لك هم مشكورين لأنهم يحافظون على صورتهم قدام العالم لماذا عندي سيارة بيت؟ أنا لا عندي، بعدني صغيرة، أنا شغلي بكل بسيط وعلى قدي أنت صار لتجذف مع السنة بالفن؟ يعني من دخلتي إلى عشر سنوار؟ بس كرة كل بسيطة يعني شوف أنا من النوع اللي لم تجدت هدايا؟ ليش ما تجينا هدايا؟ لم تجدت سيارة هدية؟ لا، أنا لا أحب هذه الأشياء يعني عرضت على سيارة هدية؟ أكيد وما تقبلتها؟ لا أتقبل هذه الأشياء معقولة؟ ليش ما معقولة؟ سيارة هدية، يعني دائما نقول أننا نقبل الهدية ممكن، ممكن إذا من إنسان أعرفه وشخص أعرفه ممكن بس من إنسان ما أعرفه على أي أساس أتقبله سيارة هدية شنو مقابلها؟ هيدارتها تارو سيارة هدية جايتني، شنو اللي يردون مقابلها؟ يردون تجارة؟ يردون صفقة؟ يردون مثلاً؟ ممكن بيزنز، ممكن شغل ممكن علاقات؟ يعني ما أعرف ممكن علاقات أكو ناس بيهم واهز يريدون بس يمشونوا يا فنان عادي أكو ناس يحبون الأضواء أكو ناس يحبون غير أشياء ماذا تريدون المشاهية؟ طبعاً أكو هيدشير؟ أكو هيدشير؟ أكو يتقبلون الهدايا؟ يعني سيارة تجي وجرب لها فلان؟ حريتهم الشخصية، طبعاً يعني أكو يتقبلون؟ طبعاً ماذا تتقبليها؟ ماذا تصل إلى المرحلة تتقبلين الهدية؟ إذا كانت سيارة أو كانت تخماص أو باقم ذهر؟ ممكن تتقبلها من شخص أعرفه من أعرف شنو نواياه، بس إنسان ما أعرف نوايا ما أتقبلها مستحيل